فعلى الناس جميعا أن يتخلصوا من السلبية ويقاوموا الظلم فإن من يقف ساكن أمام الظلم يناله ما ينال الظالمين مدام يمكنه أن يدافع لابد الناس أن يجتمعوا ويتعاونوا على رد الظالمين حتى لا يسفكون الدماء والله عز وجل أمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرا بذلك قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا أنصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره كان ظالما قال يبتكفونه وتمنعونه من الظلم فعليكم أن تمنعوا من الظلم وتتخلصوا من السلبية في الحديث الصحيح خرجه أبو داود أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه صعدا من بر وقرق الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضد إذا اهتديتم قال لهم إنكم تقرون هذه الآية وتضعونها في غير موضيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذروا الظالم ولم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم بعقاب منه فحتى أولئي الذين يناصرون الظلم الآن ينيوشك أن يأخذهم الله بعقاب منه وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يقف مع الظالم ويسكت عنه فإنه سينال عقابه وهناك حديث فيه وعيد شديد للذين يسكتون عن الظلم ولا يعينون المظلوم يسكتون عنه عقاب هو عاجل غير آجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عنه كما في حديد جابر ما من إمرئن ما من إمرئن يعني ما من إمرئن ما من إمرئن يعني يرى مسلما في محنة ما معناه أو يعني يخذله ما من إمرئن يخذل مسلما ما من إمرئن يخذل مسلما في موطن في موطن تهان فيه وتمتهن فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا أذله الله يعني خذله الله إلا خذله الله في موطن يحب نصرته فيه إذا أنت خذلت إخوانك الآن في الجنوب ووقفت تتفرج عليهم وهم يظلمون وتمتهن حرماتهم وتنتقص كراماتهم وأنت ترى ذلك ولا تتحرك ولا تحرك ساكنا فإن الله عز وجل سيخذلك في موطن في الدنيا قبل الآخرة سيخذلك في موطن تحب فيه نصرتك تتمنى أن الناس ينصرونك ولا ينصرونك أبدا لأنك أخذلت أخاك المسلم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في عون العبد ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه فالناس عليهم أن يلتفتوا جميع إلى إخوانهم في الجنوب ويقفوا معهم وينحوا أيديهم من أيدي الظالمين والمفسدين والمجرمين ولا يقفوا مع جماعة حفتة